اشتركوا في القناة ومؤمنون بالعراق وطنا ومؤمنون باستقلاله وسيادته وحريته وثرواته غير الطبقة السياسية التي تحكم العراق من 2003 لحد الآن قلناها ونقولها أنه هؤلاء يعني يعني مركز بلاء هذا العراقي العملية السياسية وكل هؤلاء الذين يحكمون العراق وهؤلاء مجموعة من الفاسدين المخربين المدمرين الذين جاءوا لرعاية مشروع يدمر العراق مشروع احتلالي دفعت بهم إيران وأمريكا لحمايته نواطير مجرد نواطير وجراء لديهم لحماية هذا المشروع الذي يجعل العراق دائما ضعيفا ومدمرا وهذا يلبي أهداف أمريكا وإيران عموما هؤلاء دوما كانوا من 2003 لحد الآن هم مجرد ظاهرة صوتية كلما ضاقت عليهم الأزمة ذهبوا إلى الخطابات وخطابات يعني اسمع منها ما تشاء من كلام كل كذب والدعاءات فارغة ووعود كاذبة وأحد منهم حيدر العبادي الذي كان يعني قد حصل على رئاسة الوزراء من 2014 إلى 2018 في ظل هذه الحكومات الباغية الغير شرعية وبعدها يجي هذا الفاشل الآخر عادل عبد المهدي هذا الرجل دخل وخرج طوال 2014 إلى 2018 لم نفهم منه شيئا ولم يفهم العراق منه شيئا والحال من سيء إلى أسوأ عموما يقول هذا الرجل أن الصراع في حموة هذا الصراع الذي يحصل الآن من أجل المكاسب ومن أجل كراسي ومن أجل الاستحواذ هو أيضا أدلا بدلوه وهم دائما عندما تشتد الأزمات يذهبون للحديث بشكل وطني ولسان وطني يعتقدون أنهم يخدعون الناس ولا يخدعون إلا أنفسهم الناس تعرفهم تعرف هذا الكلام كذب وليس له أصل وليس له رصيد في واقع الحال وليس له رصيد داخلهم وفي عقولهم وفي نفوسهم وضمائرهم لكنهم يتحدثون باللسان ويحاولون أن يخدعوا الناس والناس لا تنخدع هم الذين يخدعون أنفسهم هذه حقيقة المهم يقول هذا الرجول أن الصراع الموجود حاليا أن الصراع هو صراع مصالح وليس صراع الشيعي الشيعي ويقول أيضا سقوط النظام طبعا يقصد بالنظام هو العملية السياسية وهذا هو الواقع سقوط النظام يعني سقوط الدولة أولا هم ليس لهم هم إلا العملية السياسية يعني العملية السياسية هي الأساس لذلك في كل أحاديثهم سنة العملية السياسية الشيعة العملية السياسية كراد العملية السياسية يتحدثون عن ضرورة أن تبقى العملية السياسية قائمة ولا أحد يمس بها لأن فيها يبقى فسادهم ويبقى الخراب ويبقى تبقى كراسيهم ويبقى مصالحهم ويبقوا يستفادوا الشعب العراقي يذهب إلى الجحيم هذا بقى الحال يقول سقوط النظام يعني سقوط الدولة هو أولا عندما تتحدث عن مواصفات شيء معين يجب أن يكون الشيء موجود أما شيء متخيل وتتحدث عن سقوطها وبقاءها هذا الشيء غريب لا يمكن قبوله يعني ولتحدث عن سقوط الدولة هي الدولة موجودة أساسا يعني من عام 2003 لحد الآن هل في العراق دولة؟ ما هم يعترفون عندما تشتد يقولون لا دولة لدينا وكلهم يعترفون أنه ما موجودة دولة وهي فعلا ما موجودة دولة دولة بالمعايير والقياسات الموجودة في كل العالم غير موجودة نحن عشرات الدول داخل هذا الإطار الكل العشيرة دولة الميليشية كل ميليشية دولة كل عصابة دولة كل مؤسسة دولة كل واحد دولة دول والكل عندها رايات والراية الواحدة الجامعة غير موجودة فالذلك ليس لدينا دولة فالحديث عن سقوط الدولة يجب أن تتوفر الدولة تكون موجودة الدولة يتحدث عن سقوطها فهذا الكلام غير مقبوط يقول سقوط الدولة هذا يعني التوجه نحو الفوضى دائما ما كان يتحدث من عام 2003 لحد الآن أنه حتى المتظاهر لا تتظاهروا لسونا فوضى لا حد كذا لا حدي لأن البديل عنه ماكو بديل سنذهب إلى الفوضى والقوى الاقليمية والقوى الدولية تسكت عنه هذا وعندما تتحدث مع الدول الاقليمية والقوى الدولية تقول لهم دولة مجموعة من الفاسدين يقولون لك نعم لكن ما هو البديل البديل موجود هذه القوى هذا العراق واللاد هذا الرحم العراق واللاد هذه القوى المناحظة للاحتلال موجودة وقدرة أن تحكم وقدرة أن تنشئ نظاما وطنيا قويا مباركا لكن أنتم تطوى المجال البديل موجود هذا الحديث عن البديل كذبة كبيرة والحديث عن الذهاب للفوضى هياكو فوضى أكثر من هذه الفوضى في العراق هم يقولون حتى لا نذهب إلى المربع الأول طيب وقلناه ونقولها ما هي مواصفات المربع الأول يعني هذا اللي يخافون به العراقيين إذا كان مواصفات الفوضى فهي فوضى القائمة إذا كان مواصفات الطائفية فهي الطائفية قائمة إذا كان مواصفات الفساد الفساد قائمة التهجير النهب السلب عدم موجود السيادة عدم موجود استقلال جيش غير حقيقي ميليشيات تتحكم سلاح منفلت مخدرات كل شيء وضع اجتماعي يعني متفجر عشائر بكيف تتصرف هذا كله موجود إذا نحن وازلنا في المربع الأول لا نخرج من المربع الأول وهذه كذبة الذهاب إلى المربع الأول ليوحوا للعراقيين إنهم ذهبوا بعيدة بعيدا عن هذا المربع كذبة كبيرة على أساس إنهم أجروا انتخابات هذه انتخابات كلها فازد وكلها كذب وكلها الدعاءات وعلى أساس دستوره هذا دستور كسيح فرض الأمريكان عليكم وانتم قبلتم به لأنه يلبي مصالحكم هذا واقع حال فبالتالي هذا هو الحال ويقول الفوضى لا يريدها سوى من يمتلك السلاح وبالتالي لن يمقى للناس من يحميها لسوأ أنت من حكم أنت أربع سنوات وانت كنت رئيس الوزراء وقادر عن قوة المسلحة هل حصرت السلاح بيد الدولة؟ يعني هل سحبت السلاح من الميليشيات يمكنك موجودة ميليشيات؟ سحبت السلاح من الميليشيات ووقفت الميليشيات ووقفت الميليشيوين وأنهيتهم وأنهيت العصابات والسلاح صار بيد الدولة؟ ما في زمنك السلاح يأتي حتى من الخارج بأرتال كبيرة ووزع الميليشيات والعصابات وأنتم ترون من أن تستطيعون الحديث هذا واقع الحال وهو من يحمي الناس؟ يعني هو أهل العراق محميين؟ المواطن العراقي في بيته في الجامع في الحسينية في الكنيسة في الشارع في وظيفته في كل مكان في المستشفى في المدرسة غير محمي غير آمن من يحميه؟ من بطش الميليشيات والعصابات وما يجري في العراق واضح ودقق قوائم الأحداث والحوادث التي تحصل يوميا في العراق وشاهد من يحمي المواطن العراقي؟ اختيالاته قتلوا ذبحوا الكاظمي في نفس الإطار رئيس وزراء الحالي مصطفى الكاظمي في أداة تجلياته النادرة يقول تأكيدا هذا السياسة القوى السياسية يقول القوى السياسية لدينا لا تؤمن بالقيم الديمقراطية الحقيقة بل يؤمنون بالقوة والسلطة واستخدام الأساليب الدكتاتورية للعنف والقمع فقط وهذا واقع الحال لكن هذه أنت تكلمت عنها لأنه ظروفك يعني مو صالحاك يعني يلوحون لك ب يعني انتهاء فترة حكمك فأنت تتحدث بهذه الطريقة في بنفس اليوم ممكن تتحدث أنه نحن دولة وقوية وديمقراطية وحرية وموجودة والحزاب على رأسنا تتصرف بديمقراطي هذا الكلام نمتناقب فبالتالي هذا واقع الحال هذا ما يحكم العراق الكل يكذب والكل ظاهر صوتية والكل يحاول أن يخدع ولا يخدعون لأنه أنفسهم لأن الشعب العراقي لا يمكن أن يخدع وبعد ثورة تشديد عام 2011 هالشباب الصغير اللي يخرج ونادى نريد وطن كانت الرسالة واضحة أنه هذا الشعب لا يمكن خداعة وقدم دمه وارواحه وجرحه من أجل أن يسترد وطن وهو سيسترد وطن وهذه كل ما تتحدثون به هي محاولة لشراء وقت آخر لبقاءكم على الكراسي ولن تبقوا لا أمريكا تقدر تحميكم ولا الأمم المتحدة ولا إيران ولا أي واحد هذا الشعب العراقي والشعوب عندما تريد تغير وتذهب إلى المستحيل تحقق المستحيل ولا مستحيل في قاموس الحقيقة وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين لتقيكم في خير وأترككم بخير وإلى حلقة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر